ممكن ان انت تضايق من الشخص ده وتكرر ان انت تغير حدودك معاه والباونجيز بتاعتك معاه وده من حقك وممكن برضو ان انت تكون بتحب الشخص ده جدا وعلاقتك معاه هي هي وjust simply today you don't feel like it you know and that's fine welcome everyone to episode 2 النهاردة انا وعمر هنتكلم على باونجيز هنتكلم على انواع الباونجيز المختلفة هنتكلم على زي you can detect اصلا ايه الباونجيز بتاعتكو اللي هي non-negotiable مهمة اوي والgradeز بتاعتها and كمان هنتكلم على how you can communicate الباونجيز دي مع الناس اللي حواليكم بالنسبة لي الباونجيز او الحدود هي الحاجات الفواصل اللي مش مرئية ما بين الناس وبعضها اللي لازم الناس تحترمها اعتقد ان احنا يمكن في المجتمع بتاعنا عمتا دايما منحس ان احنا كلنا يعني عايشين جو حياة بعض وعندنا الحق ان احنا متدخنين جدا في حياة بعض وان كل واحد فينا حياتنا متشعبة جدا وممكن داي يكون مريح لحد وبالنسبة له ممكن يكون مستريح ان ما يكونش فيه حدود قوي ما بينه وما بين الشخص التاني وكل حد متدخل في حياته بس فينا ستاني الموضوع ده بيتعبهم فالباونجيز بتاعتهم بتبقى مختلفة فاعتقد ان كل واحد ليه الباونجيز مش حاجة ثابتة ممكن تتغير من الشخص التاني بس لازم في كل الحالات تحترم ومنفعش ان حد يعني يكتشف الباونجيز بتاع الشخص التاني غير لو تكلموا فيها فهي منفعش ان مثلا انا احسها مجرد بالفترة هي فعلا لازم الناس تتناقش فيها وتتكلم فيها واعتقد ان هي يعني تعتبر اساس كويس قوي لاي علاقة مع اي تنين دخلين علاقة مع بعض اي ان كانت او حتى علاقة ما بين ابو وبنته ابنه والدته والده كل الكلام ده حاجة كويسة ان هما يتكلموا في القصة دي بالزات العلاقات اللي هي ما بين في فروق عمر احنا دايما بنعتقد ان اللي هو الشخص الاكبر ليه الحق ان هو يعمل اي حاجة لان طبعا شخص اصغر يبقى منوش الحقوق دي بس اعتقد ان البعندريز برضو مهمة في العلاقات اللي هي ما بين الاجيال حتى لما انا وعمر كنا بندور واحنا بنجهز الابسود ده على كلمة اكويفلنت لكلمة البعندريز الكلمة الوحيدة اللي انها القريبة قوي هي كلمة حدود بس في خبرتي لما حد كان بيستخدم كلمة حدود في حياتي او بشوفها بتستخدم كنت وشوف خليك عند حدك بتيجي اجراسف شوية وبتيجي بكنوتيشن كده تحس ان هي مش حاجة حلوة ولما حد بيحاول ان هو يحط باوندري او يقول والله يا جماعة الحاجات دي مهمة بالنسبة لي بعد اذنكو يعني العناصر المعينة دي حاجات انا مش عايز حد يتدخل فيها بتتشاف او بتتحس من الاخر ك انسلت او شتيمة او اكنه بيزقه مش ان هو بيقول الحاجات دي مهمة بالنسبة لي وانا عايز اعمل لها protection بالنسبة لي انا it sounds like it's where I end and where the other begins وبالنسبة لي دي بتبقى اسهل طريقة ان انا افكر في الباوندريز برضو بحس انه الستات ما بيتربوش قوي ان هما يقولوا لا ان هما لازم يكونوا people pleasers لازم نقول حاضر نعم نريح مش عارف ايه نزبط بتاع وحتى بتلاقي ان بالذات في المجتمع بتاعنا يمكن هما اشتر شوية في manipulation diffusing situations وكده علشان بتهالي دي التولز اللي بيحتاجوا ان هما يستخدموها ان هما يحاولوا ان هما ايه زبطوا امورهم في الثقافة بتاعتنا الطاعة عند الست المفروض ان هي يعني الناس بتبص عليها كانها يعني حاجة كويسة يعني انها لازم يعني دائما لازم تكون تريح الشخص لقدامها تكون مطيعة تستجيب بالنعم او حاضر وده برضو حاجة زي ما انا كنت بتكلم برضو في الأجيال ما هو برضو الأولاد دايما لازم يقولوا نعم حاضر يعني احنا تربينا كلنا بالطريقة دي في حدود معاينة من فعش ان احنا نتجاوزها طبعا مهم جدا ان يكون فيه زي احترام للكبار وكل الكلام ده بس في برضو يعني ممكن الموضوع انه لما بيزيد عن حده ويكون الطفل نفسه مش قادر انه يعبر عن مشاعره او احتياجاته فده بتبقى مشكلة وده برضو بيزهر في العلاقة بالذات وبالذات في الوطن العربي او في ثقافتنا عموما ده بيحصل اكتر للستة عن الراجل يعني الستة اللي دايما بتتحط في موقف اكتر او في علاقات اكتر بتلاقي نفسها في موقف مش عارفة تعبر عن احتياجاتها لان المجتمع نفسه بيقول ان واحدين ثلاثة فلازم تمشي على النهج ده حاجة من الحاجات اللي انا كانت صعبة قوي بالنسبة لي لانه يمكن بالتربية وبرضو بالنيتشر بتاعي يعني بالفترة اللي اتنين مع بعض صعب علي ان انا اقول لأ الحد ما بتجيش بسهولة فيه ناس كده تلاقي ان هي بسهولة تقول ايوا يا عم انت لأ وخلاص فاهم والناس تانية بتبقى أصعب شيء بالنسبة لهم فانا بتهيق لي انه وانا عارف ان دي كانت حاجة صعبة قوي بالنسبة لي اني اقول لأ فحتى لما اتسألت منت انت ايه الباوندريز بتاعتك فين الحدود بتاعتك عايزة تحطيها فين اخدتني مثلا ثلاث سنين ان انا حتى افهم ايه الباوندريز بتاعتي في الاول كان بالنسبة لي مش عارفة حتى احس بالمشاعر بتاعت لا دي 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 اقتني لا دي مش عايزة ان انا دايما متربية على اساس لو انت مش عايزة ان انت تتليفي حدا حاجة يبنتي كده سالفش يبنتي كده انانية ومش كيرين ومش كايند وانا كنت عايزة اكون كيريند وكايند فالتوك مياه اتتكت الفيلينجز جواية وانا اتقبلها وبعد كده بعديها the second thing was كده حاجة حد قلالي ساعدتني جامد قوي 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 قال لي منت هقولك حاجة ما تفكريش في الباوندريز كمثلا حد عايزة تحطي كل حاجة براه فكري ايه الحاجات اللي هي السيكرد قوي بالنسبالك ايه الحاجات اللي هي مهمة قوي بالنسبالك وما تحبيش ان حد ييجي عليها ما تحبيش ان حد يخش فيها ويكرر لك حاجات فيها وده كان اكسرسايز سهل لبني ادم مش ممكن تقضيها تانية عشان ما تجل خانست مش واضحة بالنسبالي اكيد صدي بالبرا وجوه مثلا كان ان انا اجيب ورقة وقلم لما انا مش بشار مع اي حد تاني واعد واكتب من النص خالص الحاجات اللي هي بجد بجد ميفعش حتى مش عايزة حتى اصلا انا ايجوش مع حد تاني واطلع وقعد اكتب حواليها حواليها واطلع برا لكنها جوه سيركل كده كل الحاجات بالنسبالي دي حاجة مهمة جدا ما حبش انه اي حد في حياتي يتدخل في انا عايزة اسبند ماي تايم ازاي عايزة اسبندت باشتغل عايزة اسبندت مع مين فين دي بالنسبالي حاجة مهمة جدا وبعد كده بعد ذيها عادت اكتب كل الحاجات التانية اللي ما بتاعت كتت حاجة من الحاجات مزيب كما كانتش في النص قوي البليفس بالزبط كده كتت أهم من الحاجات اللي برا وفكرت فيها ايه الحاجات اللي هي قريبة وعزيزة قوية علي اللي انا ما نفسيش ان حد ييجي عليها بالنسبالي it's very special فالحد هو وزنت trained أو finds it challenging انه هو يقول لا وانه هو يحط the boundaries naturally I think this is a much easier exercise to figure out أصلا what your boundaries are I think this naturally brings us to types of boundaries فيه ثلاث أنواع من the boundaries النوع الأولاني هو material boundaries النوع الثاني هو emotional boundaries والنوع الثالث كان physical boundaries اللي هو my body مين يلمسني مين ما يلمسني what I show what I don't show النوع الأولاني هو material material معناه حكتي لبسي عربيتي أي مقتنايتي بالزبط كده إيه اللي أنا حابة أن أنا أشار مع الناس التانية وخليهم يستلفون وإيه الحاجات اللي لا بالنسبة لي أنا بس اللي عايزة أستخدمها ودي كانت حاجة جديدة أقوي لأن ساعات مثلا إيه بزيات وانا في المدرسة وكده كله كله منلبس لبس بعض وبتاع ده كان العادي ده كان اللي أنا تربيت عليه ده لو أنا كنت قلت لا كنت مثلا خايفة إنه مثلا لو قلت طب بلاش دي ممكن مثلا واحدة تانية كنت أحس مثلا بني أبدا ودي ممكن يحس أنا مش بحبه كفاية إن أنا خليست لف حاجة إن أنا أنانية إن أنا مش طيبة تاني حاجة هي ال emotions so ال emotions دي it's a bit more popular يعني زي مثلا keeping secrets بتاعتي إن أنا مش كل secrets بتاعتي لازم أشارت مع كل حد يمكن ال emotional boundaries كمان هي النهاردة أكتر نوع الناس بتتكلم عنه بتاعين هي بتتكلم عنه لأنه gray قوي وصعب إنه هو يتفهم بسهولة وتريكي شوية كمان ويمكن ده أكتر واحد كمان بتحط effort فيه إن أنت تتدسكوفر أصلا هو emotional boundaries is أنا أقبل إن أحد يزعلي أو ما أقبلش إن أحد يزعلي ممكن أقبل حاجة للشخص بيقولها لي بس ما يزععش لو مثلا زعع يبقى كده يكون جرحني you know حاجة تانية هي الحاجات نفسها للشخص مثلا بيقولها لي حاجة تانية هي التدخل قد إيه مثلا في حياتي يعني مثلا ممكن بالنسبة لي emotional boundary تكون إن أنا عايزة أختار شغلي أنا عايزة أختار دراستي وإن حد يتعدى على ده ويختار لي هو أشتغل إيه أو يختار لي هو أدرس إيه تبقى حاجة بالنسبة لي صعبة جدا وبتوجعني حاجة تانية مثلا ممكن تكون أنا عايزة أقضي وقتي بعمل إيه وبنسمحها كتير بالذات للناس اللي بتحب الفن زي المزيكا أو الارتس بشكل عام أيه الكلام الفاضي اللي انت مضيع وقتك فيه you know emotional boundary كمان ممكن يكون شكلها المسؤوليات بتاعتي what is it that I want to have on my plate هل هي مسؤوليتي إن أنا مثلا أخذ بالي مثلا أكل البيت هل هي مسؤوليتي إن أنا أعمل كل المشاوير لممتي هل هي مسؤوليتي إن أنا أخذ بالي من غسيل البيت كله هل هي مسؤوليتي حتى إن أنا أكون بمانتش حاجة معينة وبتالي بالذات في المجتمع بتاعنا بشكل عام اللي هو لا ده أنا قلت لها تعمل كذا كذا وقالت لا دي ندلة دي مش طيبة دي أنانية تسمحها كده قوي والثالث boundary اللي هي physical physical بالنسبة لي أحسس إن هي مهمة جدا بالذات في المجتمع بتاعنا لأن إحنا ناس تافية جدا ونحب إن إحنا نبوز بعضه نحضن بعضه نسلم على بعضه وكلام من ده وإحنا بذات لو أحد عايش في القاهرة بحكم المكان اللي إحنا فيه إحنا قريبين جدا من بعضه وزهمة فالثالث boundary عبارة عن إيه So the physical boundaries معناها أنا حكتين First of all أنا I'm accepting أن حد يكون قريب مني قد إيه أو بعيد عني قد إيه وما بتفرقش يعني يمكن في مجتمع بتاعنا راجل وست مفترض أن هو يكون بعيد عني وليه الحق أقول إيه بعد أكتر وست لست يلا مش مشكلة أو same gender خلاص مش مشكلة لا في الحالة دي الاتنين حتى لو ست تانية ليه الحق أن أنا أقول لا والله أنت قريب قوي مني أو رأس محتي ما تمسكنيش ممكن حتى يكون في الأحضان والبوس وبالذات للأطفال يعني الأطفال مثلا عند الوقتي نحن صغيرين كنا نخش مثلا في مثلا عزوما في البيت فأنت مثلا ممتي مثلا تندهني تقول لي خش رح سلم على كل الطنطات مثلا بالظبط ياخدوني مثلا فكل واحد أحضنه جوس وشاركي وكذا يعني فده يعني فده مش أوكي لا اتنعه حتي لازم يكون اختيارك اختيارك انا عارف اني مش ربطيه بس أنا عاوز أسمع منك لا لازم يكون اختيارك وبالعكس أصلا دي حاجة من الحاجات اللي بتخلي الأطفال ان هما يكونوا للمواقف دام اللي ممكن تكون تحرش لان عادة التحرش لما بيحصل بيحصل من حد قريب قوي للشخص وبيبتدي بإيه حبيبي تعالي قعد على حجري طب أنا هطب طب على ظهرك طب الإيدين بتتحرك سلولي 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 وبتروح لمناطق مش مفروض ان هي تروح فيها بس هذا المفروض ان في الان المفروض ان الأب والأم هما اللي يستطل الباندريز للطفل المعالكبار مش هول اللي يعملها بنفسه هما اللي يدول الاختيار حبيبي تعالي سلم عايز تسلم من بعيد أو حتى ساعات بيكون في مواقف تبقى يعني انه الطرف التاني مش الأهل الطرف التاني يمكن يقول تعال ديني حدن فالطفل مثلا واقف على جنب لا مش عايز يدي حد حدن فده في الموقف ده ممكن يقولوا ممكن مرة تانية هو يعني ممكن يقول كده في اللحظة يعني ده اللي عملتم مع تيلة ان انا بديها اختيارات من جمع مختلفة هي ممكن تقولها ما تتحط في الموقف ده عشان تخرج من الموقف برضو من غير من الشخص التاني يحس ان هو تكسف او كلام من ده لان ممكن يكون بيعملها بشكل يعني دي ثقافة بلد ده شكل ده مش ماش فيش حاجة مقصودة من ده طيب احنا يعني بقى حسيس الشخص منه ما بين الشخص اللي قدامه وتكلمنا على بس هل ممكن ان الحدود دي تتغير مع الوقت يعني بمعنى ان انا انا دلوقتي حطيت او اتكلمت مع الشخص قدامي او انا عارف انا حسيت يعني بحست بقى جوه نفسي وعرفت ان والله الباونرش بتاعتي كذا هل ممكن هي مع الوقت تتغير بالتأكيد ممكن تتغير وممكن تتغير مع افراد مختلفة يعني ممكن مثلا انا بالنسبالي ما يكونش عندي اي مشكلة ان انت تكون مثلا قريب قوي مني او ان انت تستخدم حاجة مثلا حد تاني ما حبش ان هو يستخدمها لكن مع حد تاني ممكن يكون بالنسبالي عندي مختلفة فهم بس اصد ده تكريمي على حاجة مع نفس الشخص ممكن يتغير مع نفس الشخص كمان طب ايه مثلا مسألة هديك مسألة بس هل هو يعني معنى انه اتغير هل معنى ان انا فجأة اتضايقت من الشخص ده ولا ممكن ان تغير وانا لسه علاقتي مع شخص ده كويس في الحالتين ممكن ان انت تتضايق من الشخص ده وتكرر انت تغير حدودك معي والباندريز بتاعتك معي وده من حقك وممكن برضو ان انت تكون بتحب الشخص ده جدا وعلاقتك معي هي هي و لا انا بحقال وصل له ان يعني زي ما كنت قلتي قبل كده فكرة الحدود هي المصطلح بتاعها والفكرة نفسها غريبة شوية عننا فزي ما انت قلتي مثلا في اللغة الدرجة مثلا واحد يقول خليك عند حدك فدائما ما نستخدم ها بشكل سلبي بس عايزين ان احنا نقدم ان فكرة ان واحد يحط حدود لحاجة دي حاجة ايجابية جدا والمفروض ان هو لما حد يكلم الشخص التاني عنها ان هو يخد ها بصدر راحب حيدي فرصة ان العلاقة تنمو من غير ما يكون فيه حاجات صغيرة بالدائم 100% وبالعكس اعتقد ان لما حد يعرف ان هو يكومي التعليم بيكون مريح اكتر في العلاقة اوكي اتكلمنا كتير قوي عن المهمة المهمة وليه لازم نوجد المهمة بس ممكن اتكلم برضو ايه اللي بيحصل لو باوندرس دي ما توجدتش يعني لو اتنين في العلاقة فشلوا ان هم يخلقوا البياندرس دي اللي ممكن يحصل ايه عمدين اكزامتل كتير قوي اعزة تبتدي بايه ممكن نبتدي باول العلاقة بتاعتنا كنت شطرة خالص في باوندرس يعني دلالتي بايت أستاذة بس لا اول لما انا اودي دي اي حاجة كانت صعبة بالنسبة له عشان انا بحبه اوي اوي اي حاجة صعبة او زيادة او اي حاجة كنت ممكن اساعده بيها من غير ما حتى هو يسأل المساعدة او اي حاجة ممكن يكون بس عايز اشتكي وخلاص كنت باخد مسئولية الحاجة دي وقالت او انا هعمل كذا مرة واثنين وثلاثة وعشرة كان صعب او كان بيحصل اي حاجة اي حاجة اي حاجة اي حاجة اي حاجة تكون مثلا اه محتاج نعمل حاجة في البيت انا هعمل هلك تيلا اي حاجة اي حاجة في الشغل انا اعمل ديزاين انا هعملها واللي كان بيحصل هو انا كنت بياخد اله او اله و وبعد كده بعدي علي نفسي اللي هو بقى ايه عيمة بقى بغرق بقى بغرق بقى بحر حاجات ومرة واحدة بقوم بقى ايه متجننة انت بقى don't appreciate me وعمل متجننة او احس بoverwhelm و I completely explode explode بقى مش طيقة نفسي explode بقى مش طيقة نفسي كل يوم ده بالنسبة لي بيكون يعني كنه جاي من فراغ لانا مش فهم ايه اللي حصل لانه يعني فهم ايه انا كنا مثلا في موقف وبعدين انت willingly طلبتي ان انت تعملي حاجات معاينة او انت تساعدي في حاجات معاينة فانا قلت تمام فعملتها وبعد فجأة بيجي ده يعني بيجي زي ما يكون هو جاي out of nowhere ومن فراغ فده ده اللي بيحصل في اللاك فبنعم فعملنا ايه بقى عشان ندر ان احنا اول حاجة ان انت يعني كان ممكن تدي كده بقى كده مرة واحدة بتهايلي انت شفت الباترن بعد فترة انه اه اوكي ده اللي بيحصل هي بتصين اب لحاجة هي مش قدها وبعدين ايه تبتدي تتخنق 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 بقى كده في مرة واحدة تقوم فرقعة ففي مرة كنت ايه i lost it وكان فوقت كوفيد كمان وفرقات بقى كده تفضل مسئولياتي بس متعدي تفرقعي كده كل شوية وبالنسبالي ده كان مومنت اللي انا بفكر ايه الهبل اللي انا بعمله ده فعلا انا انا اللي بعمل كده في نفسي ان انا تربيت انه لو انت ما بتخديش مسئولية البني ادم اللي قدامك يبان انت ما بتحبيهوش لو انت في اي حاجة في اديك ممكن تعمليها انت تساعد بني ادم اللي قدامك وقررتي ان انت ما بتعمليهاش يبان انت كده ما بتحبيهوش اي ان كان بقى بني ادم ده ممتي بنتي ابني و في الرومانتك ريليشنشيب بزبط فيمكن دي كانت اول مرة كده حسنت كلامك كده كان عام زي قلم على وشي في اهلها بلده وممكن يحبني وانا معمش كل الحاجات دي وبتالي ما صدقتش ما صدقتش في الاول ان انا ممكن اعمل حاجات اقل وان انت تحبني just for being me طب وده جي ازاي يعني انت خلق جواكي الاحساس انا عارف احنا نقول انها موجودة في ثقافتنا عمت كمصيرين بس هل تفتكري حاجات معاينة حصلت فتفولتك او حصلت خلتك تخس ان انت لازم طبعا كان دايما اللي هو اعملي كذا كذا اما هنزعل منك روح يقولي المش عارف مين ايه يا اما هيصحل حاجة وحشة وبذات كمان بتالي في الماسيجز بالذات ما بين الكبار كتير قوي بيروحوا للطفل عشان بيحسوا ان الطفل يعني يمكن البني قدم التاني مش هتعصب عليه قوي بس ان انا اعمل ده اعملي كذا كذا عشان مزعلش منك البسي كذا كذا علشان مزعلش منك عشان شكلك يكون كذا كذا طبعا اللي هو الحب المشروط لكن لو انا عاوز ان انا اتفادى القصة دي كلها لو احنا داتي عارفين اللي حصل عايزين نرجع بالزمن ونعيش نفس الحقيقات لكن الغلطات دي ما تتكررش كنا عملنا ايه من الاول مع الاطفال يعني او معنا احنا الاتنين قولي انت يعني اصد انا كنا غالبا انا كنا لازم نتكلم فيها من الاول بس هي الفكرة كلها الاهم ودي حاجة مهمة جدا في اي علاقة ان لازم تكون زي كلمنا في الحلقة اللي قبلها عن العلاقة الوعية جزء من العلاقة الوعية ان كل شخص بين نفسه يكون وعي عن نفسه في مسؤولية على كل شخص اللي داخل جوا علاقة ان هو هيكتشف نفسه بقدر مش لازم ان هو يكون رحلة حياة كاملة لكن يكتشف نفسه بقدر كافي ان هو عارف ايه الحاجات اللي بتبقى مريحة على قلبه ايه الحاجات اللي تقيلة على قلبه ايه الحاجات اللي بتدايقه ويكون داخل العلاقة عارف الحاجات دي كلها في حاجات نكتشف ها جوا العلاقة وفي حاجات بتختلف ما بين شخص للتاني على حسب العلاقة اللي هو فيها ولكن لازم اكون عارف قدر كافي عن ده عشان اكون صالح ان انا اخش العلاقة والعلاقة دي تنجح لان غير كده هيكون في اموشنال دمبي حاجة عملناها كانت ان احنا وي كرييت سيفتي ان انا بسطت لك انا مش شطر قوي في الحتة دي لسه ولسه بتمرن فيها فان هحاول ان انا عملها بس ان تساعدني هتساعدني ازاي اي كرييت سيفتي فر مي سيفتي لتعلم وي بطريقة قوية شوية وممكن ساعات اقولها ضعيفة قوي قوي ففي الحالة دي ممكن ارجع لك اقول ان انا مبارح قلت ان انا عمل كذا كذا بس اي اعتشي ان انا اتشي اتشي ان اتشي انا هشيلها من مي بلات وان ان ان تعتبني بس ان بلات فديت فرصة ان اتشي اتشي الفترة محددة ان انا ممكن ساعات اقول لا بطريقة اجراسيف شوية وان تقول لا this was hurtful ممكن اقول بطريقة احسن او كذا كذا وان اعيد الحاجات اللي انا ممكن اشيل مسؤولاتها في الاول حاجة تانية برضو ان ان تعمل هالي which was very supportive ان ساعات اتشي اتشي متأكدة يا منت بتهيالي ندي مش فكرة كويصة وانا اتشي وقول صح عندك فكس اكن انا ما قلتش حاجة انا مزد اتشي الاتنشن بتاعي دلوقتي حالا ان هو يفض فضلي ويدم كمية عن situation حصل دلوقتي حالا في العلاقة الزوجية او الرومانسية بتاعي بتبقى صعبة قوي ان مايفعش ان عمر بس هو يكون support بتاعي مايفعش ان انا بس اكون support بتاعه ان لو حاجة حصلت كبيرة ان انا كون البني قدمة الوحيدة لازم افض دلوقتي حالا عشان هو يكلمني عشان يطلع كل اللي جوا for each person مهم ان يكون عنده اكتر من بني ادم واحد support system وحاجة تانية كمان ممكن عادي اكون انا الشهر ده بالنسبالي او الاسبوع ده بالنسبالي او المومنت اللي انا فيها دلوقتي دي مش مومنت كويسة ان انا اسمع مشاكل حد تاني ممكن ما يكونش عندي emotional space and emotional capacity for that عملنا في الموضوع ده عمر ده كان موضوع صعب قوي بالنسبال لنا كان تحدي كبير في العلاقة بتاعتنا لتوار لتوار متأكلي في اللحظة نفسها لازم اقول برضو ان لو في حد حصل له حاجة كبيرة جدا ف انا في رأيي انا لو حاجة كبيرة جدا لا يقضي ان الشخص اللي قدام ان هو يدوس على نفسه ويبقى موجود للشخص في اللحظة دي لكن في حاجات تانية يبقى لازم ان الشخص يقول الحاجة بالنسبالي نحنا نتكلم فيها مهمة جدا لك لو اتكلمت فيها دلوقتي مش احسن وقت لان ممكن مثلا حد تكلمني في التليفون وانا في الشغل في ميتينج وفي ميتينج ممكن اقول الناس جماعة معلش تدوني نص ساعة او تدوني بيئتين او كلام من ده وفي حاجات تانية مقدرش يكون الشخص مقدر ده ومياخدش ان الموضوع اللي هو انت تفضل حد علي او كلام من ده وممكن يكون عشان مثلا انا بمر بحاجة وعارف ان انا مش هينفع اكون موجود او خلق مساحة كويسة للشخص اللي قدامي في اللحظة دي فبطلب من الشخص اللي هو هل ممكن مثلا ان احنا هل الموضوع اللي احنا نتكلم فيه يحتمل ان احنا ممكن نأجله ونتكلم فيه مثلا بالليل او نتكلم فيه بكرة ساعات مثلا بتكوني انت بالذات النوم بالنسباليك مهم جدا فلو انا جيت اتكلم على حاجة مهمة قوي مثلا في وقت اللي هو خلاص انت تعبانة جدا ده مش هيكون احسن وقت ولو انا اصريت وموضوع ده مهم جدا بالنسبالي وانت هيحصل شد فمن تالي كل حاجة من الحاجات اللي هنكلم فيها دي مهم جدا او كان ممكن دايما تحصل في الاول وده دايما الاحسن بس مش طول الوقت حنقدر نعمل ده ساعة ما بنعرفش لغاية لما موقف نفسه يحصل وحبا ان احنا برضو ندي اجزامبل ثانية ويمكن الاجزامبل اللي انا هقوله ده هيكون حاجة كتحدي اكبر بالنسبال واخد وقت طويل ان احنا نست مع تيلة مثلا انا الصبح بحب اصح بدري قوي وعندي كده تقوس معينة بحب اعملها بحب اعمل حاجة سخنة واروح اقعد في البالكونة الوحدي وما اتكلم مع اي حد وكنت بأصح بدري عن كل حد تاني في البيت عندي علشان ايه اكون انا اول واحدة صحيت في اوتوماتيك كل حد تاني نايم لما جيت وعيشت معاكم للاسف تيلك بتسح بدري برضو عشان تروح المدرسة فالأول مرة لقيت ان ايه ده مطلوب مني اصح الساكم عشان ابقى الواحد يعني انا مش فهم وساعت تاني قوي في الموضوع ده يمكن اخذ فترة شوية ان احنا نعلم تيلا one by one I love you My mornings are sacred for me I love you انا هعد في البالكونة لوحدي وفي الاول عملنا تاكتك صغير قوي شرحنا لها انه it's not ان انا مش عايزة كون معاك ان انا كون لوحدي ده بيخليني ان انا على بقية اليوم مزاجي يكون لذيذ وحتى في الاول فاكر كنت بتعطي التاريخ علي وتقول منت ما عملتش النهار الصبح في البالكونة اسطر يا رب موت بتاعها يبقى اعمل ازاي النهارده وتبقى انا قوي قوي فيمكن حتى جب بطريقة هزار شوية وعملت لها صين على البالكونة امتى she can come in وامتى it's do not disturb ده برضو كان ان هي نفسها بتحب تقضي وقت وحدها في ودتها وهي عارفة غير لو ممكن كانتش لمسة القصة دي بذي كانت حاجة بتعملها برضو للكبار انا بالنسباني مثلا بتبقى اول نصف ساعة من اليوم اول ما بصحة مش عاوز غير طبعا لو في emergency بس انا مش عاوز في اول نصف ساعة ان حد يجيلي بحاجات معين لازم تتعمل النهارده انا اططر نعمل واحدين ثلاثة في مشاكل معينة تتحل او كلام من ببقى اول نصف ساعة بس لنفسي وبعدين بقى ممكن اواجه العالم بس الواحد برضو مهم قوي افتكر ان هو يختار اللحظة الصح ان هو يتكلم في الموضوع ما باجيش مثلا في اللحظة نفسها وفي نوع من الشد او 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 اختار ان في اللحظة هتكلم في الموضوع فساعة مثلا ممكن هخلي الموضوع يعدي وبعدين ممكن نلاقي وقت تاني احنا الدنيا هادية وما فيش اي قلق او كلام من ده واقول طبعا انا كنت عايزة انكلمك عن موضوع حصل كذا كذا يعني شخص التاني بيستقبل الموضوع احسن كتير فمتالي التوقيت بتاع الكلام في اي حاجة مهم زي ما احنا كل من الكلام عن موضوع تيلة فما باجيش مثلا وهي في فاكرة لما كان كذا 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 ممكن نعمل ده لان بذات الصغيرين الاطفال او لاي حد احسن ان هو مش مرغوب او يحس فدي برضو التوقيت بتاع الحاجة مهم الموضوع التاني او الموضوع التاني اعتقد ان مهم ما بين اي اتنين هي نقطة الاحلام والاهداف اللي عند اي شخص اعتقد احنا الاثنين بالنسبة لنا الحرية مهم جدا قبل ما دخل في العلاقة او قيم العلاقة دي والحرية كان حاجة مهم او بالنسبة لنا الاثنين ومعناها هي حرية في اتخاذ القرار حرية ان انا حشتغل ايه حرية ان انا حعبر عن نفسي ازاي لو السواء ده كان لبس او مزيكة او اماكن بسافرها او اصحابي او كلام من ده اتعاز اتكلم في نقطة ان دايما مقبولة اكتر لشخص تاني حتى لو هنتكلم في موضوع الحدود ان تتحط للحاجات اللي بتضايق الشخص حاجات اللي هوا بتجرحني حاجات اللي هي انا لازم اتكلم اقول لك واضح لك ما بين اتنين في علاقة ان مش مسموح لواحد مثلا ان هو او الواحد ان هي تحقق احلامها يعني ممكن يكون لي علاقة بالكرير وممكن تاني برضو يكون لي علاقة بالاصحاب انا دلوقتي عاوز ان اقضي وقت مع اصحابي كل الكلام ده فهنا مصطلح الباوندريز او الكلام عن الباوندريز ممكن احط فعلا باوندري يقول في ان انا مسموح لي في العلاقة دي ان انا كل فين وفين مثلا ان انا هسافر مع صحابي خلينا ندي اجزامفل يا عمر انا عمتا دايما بحب اصحابي يقول البيت ممكن يقول البيت وانا مش في البيت عايز يعني مش فرقة وانا كده من زمان جدا جدا فعمري ما هنسى المومنت دي لما احنا كنا عارفين ان احنا هيش مع بعض في نفس البيت عمر بصري قال بصي بقى انا عارف ان انت متعودة ان صحابك داخلين طلعين على البيت بس النظام ده مش هيمشي هنا وده كان باوندري هو حط لان بالنسباله بيكون محتاج شوية مور سبيس هل ده معناه انه هو خلاص المنع بقى ان اصحابي يجو لي لا خالص بالعكس يمكن احنا صحابنا بيقدوا اكتر خروجاتهم عندنا احنا في البيت بس اللي حصل هو انه المنت بوسي ما حبش ان انا اخش البيت واتفاجئ ان في ناس موجودة ف احب بالعكس ان ان انت تقوليلي قبلها بس عشان اكون عامل حسابي وانا فهمت كمان انا معي انا مع صحابي هم متعودين ان انا مثلا انت موجودين بس انا عندي مكالمة محتاج اعملها انت موجودين بس انا هنام بردو الساعة عشر انا انا مش قاعدة مع ايو ايو هيك بتعزمهم وبعد كده هم خوش انا او تخرج اصلا ونتسيبهم طبعا انا حس ان لازم انا بقى ضايفهم فان انا 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 مع صحابي مثلا او انا انا اعرفها او انا انا اخذ اجازة ويسفروا مع صحابهم اللي انا واحد فيهم لا يعني قصة ولازم نخترع حاجة يعني راح نشوف موتش او راح ينجز بيكون فيه هدف معين مجرد ان هو مجرد صحاب هيتقابله وده برضو ممكن يكون العكس برضو مهم برضو ان يتحط باوندريز في ال سيتيويشن زي كده والنقطة الثانية احنا اتكلمنا فيها كانت موضوع الاهداف او الاحلام للشخص يعني فاكرة مثلا انت عارف من زمان ان انا عمت سكسولوجي كتوبيك كان توبيك بالنسبالي موضوع وكنت بحب ان اتفرج على حاجات ليها علاقة بي وقراء عنه والهيس بتاع وكل الكلام ده وانا فاكرة ان انا لما قلت لك اوكي انا انا اتستاذ سكسولوجي وعايز اكون سكسولوجيست انه مكانش الترينيج نفسه كان صعب مكانش اسهل حاجة بالنسبالك بالذات كنت محتاجة تسافر بعيد قوي لفترة طويلة وبتاع انا بحس انه مهم قوي بالنسبالي حرية اختيار الشغل هاقض دي وقت ازاي وزي ما ده برضو بيتطبق كتير قوي على الستات في المجتمع بتاعنا انه انه ممكن تشتغلي بس شغلانات معينة وكلامين ده بيتطبق على الراجل في شكل اللي هو لا انت لازم انت تدخل فلوس البيت فمش عارف ايه فمفرش في حاجات معينة ممكن لست مثلا تقول ايه لا ده تضيع وقت ده مش شغل بجد معرف ايه وكلام ده فبالنسبالي مهم قوي الحرية في اختيار انا هشتغل ايه جريبة جدا علي مهم جدا قطعا انا ما ديش اي تدخل سفر في الاختيار ده ممكن اكلمك فيه مش بس مش هنقشك فيه عشان مثلا حاول اقنعك بحاجة لكن ممكن اتكلم فيه عشان نفهم عنه اكتر لو انا لقيت ان انا الحاجة مثلا في لما انت تقولي انا هعمل كذا 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 حاسيت انا مثلا مش مستريح لها فشغلي انا اشوف اقدر اعمل ايه عشان استريح للموضوع وده فعلا انت عملت وقعدت تسأل فبالنسبالي انا اوكي انا مش فاهم طبيعة الشغل ده فانا عاوز اسأل الشغل ده بتعمل ازاي وحيسياته كلها عشان اخد معلومات كفاية عشان احاول اوصل لمكان انا مستريح فيه بس مفيش بالنسبالي هو خط احمر بالنسبالي ان انا مينفعش اوصل لمكان اقول لا انا مش مستريح للمتعدل انت في النهاية بتعملي حاجة ولا بتأذي حد دي حاجة انت بتحبيها فهي المسؤولية علي انا ان اتعامل من الموضوع نفس الحاجة بس اجزامبل مختلفة خالص ودي ما محستهاش في علاقتنا بس عشتها في علاقات تادية نقطة مثلا الغيرة بذات لما انا عشت برا وكنت ساعت بدخل علاقات مع اجانب وكلام من ممكن الثقافة تكون مختلفة فممكن مثلا كنت في الجامعة بعمل ماجستير وكنت مصاحب حد وهي مثلا اللاتينية فالثقافة مختلفة خالص وبينهم وبين اصحابهم يعني في يعني مختلفة تماما فانا ممكن احس فجأة ان انا غيران مثلا او حاجة زي كده بس انا عارف برضو ان انا لو انا يعني اه لو انا بترست الشخص اللي قدامي فبالتاني انا عارف ان انا شخص ماملش حق غلط بس انا يمكن بالنسبة لي الطريقة اللي هما يتعاملوا بيها عشان انا يمكن تفكيري وثقافتي بطريقة معينة فانا بطريقة افكر في حاجات تانية خالص فبطريقة افكر بدل ما انا اخد ال اعمل بقى ال ان اخد كل ال ان سيكوريتي اللي عندي دي كلها وحط على الشخص التاني فبطل من الشخص مختلفة او غيرها في نفسي ممكن ان انا اشارك الشخص اللي قدامي الرحلة اللي انا عايشها دلوقتي ان انا عندي الموضوع ده بيحاسسني بكذا بس بكومينيكيت ده مش عشان انت يتغير سلوكك ولكن انا بس بقولك انا حاسس بايه بس انا بشتغل على نفسي لكن بلاقي كتير اوي في العلاقات في الوطن العربي بالذات ان في كتير اوي من الكميونيكيشن هدفه هو تغيير الشخص اللي قدامي مش مجرد بس ان انا اخليه معايا في الرحلة نفسها عمر انت you're a single dad it's not just the two of us يعني we have a family وانا فاكرة اول لما احنا صاحبنا كنت سألتك هو انت ومروك ونت نويين على ايه بالذات ان انت سفرك كتير اوي لشغلك سؤال كويس واحدة من الحاجات اللي احنا يعني زي ما احنا بالنسبة لنا يعني قيمة الحرية في العلاقة مهمة جدا حرية بقى التعبير عن الرأي او الشغل او كلام من ده كان كل واحد عاوز يعيش حياته بالطريقة اللي هو عاوزها بس برضو كان كل واحد فينا عاوز يحس ان هو دخولنا في علاقة زوجية مش معناه نهاية حياة الشخص الفردية فانا كان وقتها في وسط الحلم بتاعي تحقيق القمم السابعة والمغامرات كلها كان معروف كويس جدا بالنسبة لنا ان دي حاجة لازم تكمل ولازم ان احنا تكتف مع بعض ان احنا نخلق فرصة ان ده يحصل ان ده كان حلم مهم جدا بالنسبة لي وفي نفس الوقت كانت مروا كانت ابتدت ان هي تدخل عالم المغامرة وعالم الرحلات من خلالي وبعدها يبقى عندها هي حلم لها خاص بها هي في حاجات هي عاوزة تعملها وكانت خايفة طبعا ان هي لما تكون ام ان ده يعني يسلب منها ده انه مباشى عندها وقت انه يبقى عندها مسؤوليات زيادة او كلام من ده وانا كنت مؤمن ان ده ما ينفعش ان هو يحصل يعني انه لازم يكون ان احنا هنشوف طرق ان احنا نقدر نسافر مع بعض عشان نكون بنحامل نسافر مع بعض كتير ويبقى فيه طرق ان هي تقدر تسافر لوحدها وانا سافر لوحدي وانا نحنا نتكتف مع بعض ان نحن نحل ده بس انا فاكرة دي كانت حاجة مؤليئة جدا بالنسبة لها وعشان كده وهي لسه في فترة الحمل وده كانت فترة هي برضه وكتحس ان هي يعني مش هتقدر تعمل حاجات كتيرة هي كالنفسانة هتعملها بالذات لما تخلف كل الكلام ده ففكر كويس اعيد انا اشتريت لها ايس اكس اللي هو اللي هو زي الشاكوش بتاع تسلق الجبال ان هي كتعاوز تتعلم ازاي تطلع بي وكلام من ده وكان الهدف من الهداية ده ان هو زي يكون يعني رمز لها اللي هو يعني ان ده اهلا اكتش قادرة تعملها دلوقتي لان كتتحمل في شهور متقدمة شوية بس ده رمز ان 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 تخلي في او كلام من ده ممكن تسيبي مع المغامرة والحاجات التي تحبيها ليم مش بتنتهي لما تخلي في ببالعكس ممكن ان تبدأ ويكون لك حاجات اكتر عاوز تعمليها it's so beautiful هنا ان مش بس في حرية that she wanted to give you بس ان 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 بالنسبالك ما كنت عايزة تحس ان انت سايبني مع العيال و بتسافر في كل لا حتى وان بتنزيلك المهم برضو ان هي تحس ان عادي انت ممكن تاخد سيلا وتقعد بيها الوحدك وهي تسافر وتعمل حاجات هي عادي تهياري في النهاية يعني لو الواحد بيحب الشخص اللي قدامه فهو عاوز يساعد الشخص اللي قدامه ان الشخص يكون محاق ذاته دي حاجة والحاجة بره العلاقة دي فلو اديتك الفرصة انت تعملي ده وانت تتيني فرصة ان نعمل ده فالناتج عن ده هيكون ان احنا علاقتنا يعني احسن بكتير ابسلوط انا نتكلم على كل حاجة كده نتكلم على حاجات مرت على مدار السنين في وقت قليل كده حسن ان انا حتى لو واحد بتعلمت ولسه في حاجات كثيرة تانية نتكلم فيها بجد الابسود ده استمتعنا قوي قوي بي قولنا انتو بتاعتكو ايه سبسكرايب للشانيل بتاعتو مينا وحطوا كومنت عايزين نعرف رأيوكو ايه عايزين نشارككم في الكلام اللي احنا منتكلم فيه اشتركوا في القناة